معنا من تونس المحامي والناشط السياسي عماد بن حليم أستاذ عماد مرحبا بك معنا إذن كيف يمكن قراءته والتفسير هذا المشهد الذي بات يتكرس أسبوع بعد أسبوع في نوايا التصويت لداء تونسيين تقريبا خلال هذه السنة منذ بدايتها إلى كل مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية الحقيقة أول شيء يلفت الانتباه في هذه الأرقام هو أن عقلية الشارع التونسي والناخب التونسي لم تساير الدستور الجديد الدستور الجديد أرسى نظام شبه برلماني يعني أن تكون الانتخابات التشريعية هي أكثر أهمية من الانتخابات الرئاسية لكن للأسف عقلية المواطن التونسي بقت مع دستور 1959 والنظام الرئاسي وحتى في انتخابات 2019 المشاركين في الانتخابات الرئيسية كانوا بعدد أرفع بنسبة 30% من المشاركين في الانتخابات التشريعية أهم رقم فيما قيل من أرقام وفي خصوص صبر الأراء هو السقوط المستمر لشعبية الإخوان هذه الشعبية تعرف تراجع منذ سنة انتخابات 2011 في انتخابات 2011 الإخوان حصدوا 1.700.000 صوت في انتخابات 2019 اليوم هم في حدود 450.000 صوت يعني خسروا أكثر من 1.200.000 صوت وهذا مؤشر إيجابي وتآكل لهذه الحركة التي أتت على الأخضر واليادس منذ توليها الحقوق ما الذي يمثل الدستور الحر الآن بالنسبة لأتونسيين لما تتسع هذه القاعدة الانتخابية بهذا الشكل في الأويناء الأخيرة أم هناك علاقة مباشرة ربما بأنه مشروع معادي للإخوان معادي للنهضة وبالتالي هناك نوع من ثنائية في تونس حاليا هو تاريخيا لأنه تاريخيا الصراع كان على الحكم بين الحزب الدستوري بمختلف تشكلاته لما كان الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد بن علي ثم الآن جانبا منه هو الذي تمثله عبير موسي وهو الدستوري الحر هذا الصراع التقليدي بين الطيار الدستوري الوطني والطيار الإخواني هذا الصراع قديم اليوم أغلب الملاحظين يرون أن الدستوري الحر قد يحدث التوازن لذلك تتساع شعبيته وكذلك تتساع شعبيته بمقتضى اتساع شعبيت رئيسته الأستاذ عبير موسي والإخوان بغابائهم المعهود ساهموا في ارتفاع أسهم الأستاذ عبير موسي بفضل ما شنوه من حملات ضدها حملات تشويه حملات ترويع وتخويف كل هذه مع الجرأة التي تمتلكها هذه المرأة وهو أمر واضح للعيان كل هذه المعطيات ساهمت وهناك رابطة قوية بين رئيسة الحزب وشعبية الحزب الحقيقة هذا الحزب هو حزب فاتي لكنه يستمد قاعدته الجماهيرية الواسعة من الاستقطاب الذي تقوم به رئيس الحزب الأستاذ عبير موسي التي تمثل اليوم الشق المعادي للإخوان هل هناك شق بالنسبة للغضبين ربما من بعض الأحزاب التي تصفلوا حدثية أستاذ عماد وتقدمية مع ذلك تحالفت في ربما تحالفات انتهازية مع النهضة صحيح أغلب التونسيين مثلا يحسون وكانت حزب قلب تونس لنبيل القروي كانت له شعبية كبيرة وحزب قلب تونس هو في الحقيقة أكثر حزب يمثل خطر على حركة الإخوان لأن حزب قلب تونس ينهل من نفس الخزان الانتخابي للإخوان وهو الفقراء والمحرومين والمناطق النائية والمهمشين اجتماعيا لذلك في 2019 ليس من باب الصدفة أن يقرر الإخوان إداء نبيل القروي في السجن أياما قبل الانتخابات لأن هذا الحزب ينهل من الخزان الانتخابي للإخوان لكن هذا الحزب خذل التونسيين الذين صوتوا له وتحالف اليوم مع الإخوان ضد المصلحة الوطنية وربما هذا ساهم في صعود بريق حزب الدستوري الحر بعد أن خذل الباجي قيد سبسي الناخبية في 2014 وخذل نبيل القروي وحزب قلب تونس ناخبيه في 2019 وبنى حملته الانتخابية على تناقض رئيسي مع الإخوان لكن للأسف بعد الانتخابات انقلب السحر على السحر وخذل التونسيين وتحالفه والقروي اليوم هو الذي أوصل راشد الغنوشي عراب الخراب إلى رئاسة البرلمان وهو الذي أنقذ راشد الغنوشي من السقوط بعد أن امتنع حزب قلب تونس عن المسادقة على لائحة بثيقة من راشد الغنوشي شكرا جزيلا لك من تونس المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة شكرا جزيلا لك